ما يزال مشهد الفوضى هو الفلتان الأمني في مناطق سيطرة قوات الحكومة السورية طاغياً على المشهد العام بتلك المناطق المتأثرة أساساً بالوضع السياسي والعسكري وتعاني أزمات اقتصادية ومعيشية وخدمية متفاقمة المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن مسلحين مجهولين استهدفوا بقنبلة يدوية مبنى فرع ما يسمى أمن الدولة بمدينة السويداء جنوبي سوريا دون ورود معلومات عن خسائر بشرية بالتزامن مع دوي انفجار ناجم عن إلقاء قنبلة أخرى في حي الجلاء بالجهة الغربية من المدينة كما أكد المرصد السوري سماع دوي انفجار ثالث في مدينة السويداء ناجم عن انفجار قذيفة صاروخية في الجو وسط سماع إطلاق رصاص كثيف دون معرفة التفاصيل أو أسباب ذلك وفي ظل حالة الفلتان الأمني أشار المرصد الحقوقي إلى أن مجموعة وبعض العاملين في تجارة الخضار من مدينة السويداء احتجزوا ضابطين وعنصرا بقوات الحكومة السورية ردا على اعتقال القوات الحكومية تاجر خضروات من أهل المنطقة في سوق الهال بالعاصمة دمشق مطالبين بالأفراج الفوري عنهم وفي مدينة جبلة بريف اللاذقية الشمال الغربي البلاد وصيب شاب بعدة طعنات تم نقله على إثرها إلى أحد المشافي لتلقي العلاج إثر مشاجرة بين مجموعة من الشبان تطورت لاستخدام السلاح الأبيض في ساحة المول وسط المدينة اشتركوا في القناة